فوزية انا دخلة نامة فوزية ما تخش يا حموكشة وانا مسكك لما اروح انا شوف ايه اللي وراه في المطبخ قبل ما نبدأ الفيديو اذكر الله وصلى على النبي وما تنساش تصلى على النبي في الكومنتار يا لهو ايه ده ايه كل الحاجات الجديدة دي لحقت تشتريهم اي انت دي وهي ما خرجتش النهاردة من طول النهار فوزية دراحت فين دي ايه فوزية الحاجات اللي انت شريعة دي كله دول طاقمين وشوية ميكياج عجبوني يا حموكشة جبتهم امت دول يا فوزية وانت مخرجتش تلو النار من البيت يعني هو لازم اخرج من البيت عشان اجيبهم يعني يا السلام امال هم اللي رجبوا جولك لوحدهم يعني لا مش قصدي يا حموكشة نقصد اقولك اننا طلبتهم اونلاين اهو انتم الشاطرين غير في التبذير ده كل شوي ده واجبات يا حبيبي لازم تعمل واجبك وتصرف امال ايه يعني هي الواجبات بتقول انك لازم تخلصيلي فلوسي على الهدوم والمكياج والحاجات الهايفة دي ايوه انتم كده لازم تتهربوا من الواجبات بتاعتك وتتحججوا باي حاجة وواجبات ايه مواجبات يا بخت الناس بتوقع ايام زمان دور كابل ستة تاخد الفلوس من جزع وتقول لنا هنزل اشتري حاجات كان يبقى عارف ان هي رح تشتري حاجة اما دلوقت الستة ممكن انت البعض بتتفلق عالتلفزيون معجوزة وتطلب كل الحاجات اللي هي عايزة اونلاين من عالتلفون وهو ولا يعرف اي حاجة ما تكبرش الحكاية بقى يا حموكشة الدنيا بتتغير والدنيا بتتطور واحنا عندنا عايشين زي بطاق ايام زمان اه وانت هتقولي ايه غير كده ده كل كوم والرجل اللي انت جايبه بينور ده كوم تاني علي النعمة بنعمة ربي يا فوزية اذا طلبت الانلاين ده تاني ليكون يومك مش فايت وهكسطر الانلاين على دماغك وبقولي بقى ان انا ما حذرتكيش كل شوية اونلاين اونلاين ما حاسسان ان انا قاعد على تل فلوس اشتركوا في القناة